السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هكمل شرح للصف السادس منهج Inspire Science هندخل عالدرسي التاني بإذن الله Cell Structure and Function المرة اللي فاتت أخدنا السيلز وتكلمنا عليها بشكل مفصل واخدنا أنواعها الProcaryotic Cells واليوكاريتك سيلز النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن Structure and Function بتاع السيلز السيلز عموما بالنوعين بتوعها بالProcaryotic واليوكاريتك بيحاطوا أو بيحيط بيهم Membrane أو غشاء بيكون ايه؟ بيكون بيكوفر الخلية عشان يحميها تمام؟ بنقول عليه Cell Membrane Cell Membrane ده زي ما اتفقنا أنه هو بيغطي الخلية أو بيعملها covering عشان يحميها أو يحمي الcomponents الداخلية أو محتوياتها الداخلية من البيئة الخارج الخلية طيب Cell Membrane بيحيط بسيتوبلازم وإيه هو السيتوبلازم؟ السيتوبلازم ده موجود داخل الخلية في شكل سائل تمام؟ بيحتوي بقى على salts ويأي موليكيول ستانية يبقى السيتوبلازم هو سائل بداخل الخلية وانتشر في الخلية فبيحيط بسائل ده Cell Membrane علشان السيتوبلازم يكون فيه salts وباقي الcomponents أو الموليكيول فبالتالي Cell Membrane بيحمي الحاجات دي طيب Cell Membrane كمان بيكونترول الموفمينت أو حركة substances داخل وخارج الخلية يعني بيتحكم في دخول المواد داخل الخلية وكمان بيساعد الويث أو الفضلات إن هي تخرج براء الخلية تمام؟ الخلية هتبزل effort أو مجهود أو هتعمل energy فبتطلع ويست أو فضلات تمام؟ فالفضلات دي مين اللي بيطلعها؟ Cell Membrane نقدر نوصف Cell Membrane اللي هو semi permeable أو شبه نفاذ ليه؟ لأن زي ما اتفقنا أنه هو بينفذ المواد المهمة للخلية مش بيدخل أي مواد وخلاص لا ده هو بيدخل المواد المهمة فقط للخلية وبعد كده بيطلع الويست من الخلية طيب نيجي نتكلم شوي عن الplant cell أو الخلية النباتية الخلية النباتية بيميزها مع وجود Cell Membrane اللي هو أو البلازما Membrane بيحيط بيها غشاء تاني اسمه Cell Wall أو جدار الخلية تمام؟ زي ما أنت شايفين ده اللي هو اللي بره ده ده جدار الخلية بيكون تركيب ستف أو صلب كده بيكون خارج أو بيحيط بالسيل Membrane يعني ده السيل Membrane تمام بره اللي بيحيط بي من الخارج هو السيل وال زي ما أنت شايفين السيل وال بيكون صلب كده وقوي بيدعم طبعا الخلية وبيحميها وهكذا طيب وبيديها الستركتور سابورت بتاعها بيدعم التركيب بتاعها أوكي آم بعد كده هنيجي آم عايزين نقارن لو هنفترض عندنا إن الخلية مثلاً على شكل مكعب هنفترض الخلية على شكل مكعب عايزين نجيب الريشيو أو النسبة ما بين السيل سيرفس سطح الخلية وما بين الفوليوم بتاع الخلية الفوليوم ده اللي هو المكوناتها الداخلية أو محتوها الداخلي والسيل سيرفس ده اللي هو سطح الخلية من الخارج احنا محتاجين نجيب الريشيو أو النسبة ما بينهم كل حاجة لها قانون هنعوض فيه يعني احنا اتفقنا ان الخلية هنفترض ان هي على شكل مكعب تمام طيب السيرفس اريا أو السيل سيرفس أو سطح الخلية بيبقي القانون بتاعه الطول length multiplying by width by height LW by 6 length multiplying by width by 6 ايه 6 دي جات منين؟ ما احنا قلنا الخلية على شكل مكعب طيب الكيوب ده ليه كان مواجه؟ ليه 6 sides بالضبط ليه 6 جوانب او 6 اوجه تمام؟ طيب فالسيرفس اريا ده القانون بتاعها طيب volume length multiplying by width by height ده الحجم اللي هو الطول في العرض في الارتفاع ده اصلا قانون الحجم عموما اوكي فاحنا مثلا جاب لنا length بتاع الخلية بيساوي واحد احنا عارفين ان الخلية على شكل مكعب فالمكعب كل الاوجه بتاعته متساوية يعني length هتكون واحد والwidth هيكون واحد برضو والheight هيكون واحد يعني لو هو مجرد ما جاب لي ده بس انا خلاص استنتجت الاتنين دول تمام؟ طيب عايز اجيب surface area هضرب واحد length اللي هو واحد في الwidth اللي هو واحد برضو في الستة اللي هي ستة اوجه تمام؟ والsurface area بنقسها بميلي متر او سكوير ميلي متر طيب عايزين نجيب الفوليوم الفوليوم اللي هو length واحد في الwidth واحد في الheight واحد يديني واحد كيوب او كيوبك ميلي متر تمام؟ تعالوا نشوف هنا في الجدول ده اللينث هو جابه لي واحد والwidth واحد والheight واحد النمبر فسايد سكس طبعا سابتة السيرفس area اللي هي ده القانون بتاعها هو عوض في القانون وطلع الرقم الفوليوم زي ما احنا طلعناه زي ما احنا طلعناه اوكي اللي عايزين بقى نجيب الراشيو اللي هي النسبة ما بينهم احنا اصلا جايبين دول عشان نجيب الراشيو ما بين السيرفس area والفوليوم طيب السيرفس area سكس زي ما احنا طلعناها والفوليوم وان يبقى سكس ديفايد باي وان او نكتبها بالشكل ده يعني او نكتبها بالشكل ده دي كده الراشيو انا نجيبت كده النسبة ما بين السيرفس area للفوليوم تمام طيب جابلي خلية تانية السطح بتاعها او الطول بتاعها مثلا اللينث بتاعها اربعة فانا خلاص قدرتها سنتج الوث والهيد اربعة واربعة طبعا ال النبر في سايد سكس طيب عايزين نجيب السيرفس area اربعة فاربعة فستة طيب والفوليوم اربعة فاربعة فاربعة تمام الراشيو هتبقى اه اللي هي ستة وتسعين على اربعة وستين لو قربناها تبقى واحد ونص على واحد يعني واحد ونص الى واحد او نكتبها كده او كده هم الاتنين كده انا جبت الراشيو بتاعتهم طيب دلوقتي هو جايب لي ده ليه او انا استفيد بالراشيو دي اه في ايه هو عايز يوصل لي فكرة انه او يوصلني لاجابة سؤال انهي خلية فيهم اللي بتقوم بدورها بكفاءة اعلى بتكون بتقدي دورها في نقل المواد والتخلص من من الفضلات او الويستس بطريقة افضل او بطريقة اكثر كفاءة الخلية الصغيرة ولا الكبيرة طيب ايه رأيكوية عن الخلية الصغيرة هتقوم بدورها افضل ولا الخلية الكبيرة طيب تعالوا نقول معلومة وعلى اساس هنجاوب الخلية الكبيرة الخلية الكبيرة محتاجة سطح او surface area كبير تمام هي محتاجة الاول ايه محتاجة neuterians او مواد مغزية جوه الخلية كتير يعني محتاجة مواد تدخل جوه الخلية كتير جدا وبالتالي هتطلع ويستس كتيرا جدا تمام على اساسه هنحتاج surface area تكون كبير عشان تقدر ان هي تدخل المواد الكتير دي وتطلع المواد الكتير دي وفي العادي ان السيرفيس اريا بتنمو في الخلية ببطء يعني الحجم الجوه الخلية بينمو اسرع من السيرفيس اريا فكده انا عندي حجم الخلية من الداخل كبير والسيرفيس اريا بتاعتها صغيرة فا ايه اللي حصل ان الخلية محتاجة مواد كتير جدا والسيرفيس اريا مش بالكبر الكافي او مش كبير كفاء ان هو ينقل كل المواد دي وكمان مش قادر يطلع على الويستس دي فقالها تشتغل بكفاءة عالية اكيد لا نيجل الخلية الصغيرة الخلية الصغيرة محتاجة مواد بسيطة على قدها وكمان بتطلع ويستس بسيطة على قدها فالسيرفيس اريا قادر ان هو يعمل ده يعني سيرفيس اريا بتاعها قادر ان هو يحمل المواد البسيطة دي اللي داخل الخلية وقادر ان هو يتخلص من الويستس بفعالية وكفاءة يبقى كده الخلية استغيرة هي اللي بتقوم بوظفتها بشكل افضل وأحسن وأكثر كفاءة من الخلية الكبيرة تمام نيجي بعد كده هنبدأ ندرس أو العضيات الموجودة بداخل الخلية تمام خلاص احنا عرفنا الشكل ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية والبلان سيل والأنمال سيل دي طبعا البلان سيل اللي بيميزها طبعا ده اللي هو السيل وال وهنعرف دلوقتي ان فيها تركيب تاني مميز دي الأنمال سيل طيب اول حاجة عندنا الريبوسومز الريبوسومز طلعوها من الرسمة عندكو شوفو هي فين طيب الريبوسومز وظفتها ايه وظفتها ان هي بتساعد في تكوين البروتينز هي اللي بتكون البروتينز تمام طيب البروتينز اصلا اللي بيكون البروتينز او ايه البيلدين بلوكس اوف بروتينز اللي بيكون البروتين الأمينو أسد يعني تجمع أمينو أسد مع بعض بيكون لكده long chain او سلسلة طويلة بتبقى اسمها ايه بتبقى هي دي البروتين يعني البروتين عبارة عن تجمع من الأمينو أسد فالأمينو أسد موليكولز اللي بتتكون من كاربون هيدروجين أكسوجين نايتروجين وسعات سالفر كل دول بيتجمعوا مع بعض عشان يكونوا لي في الآخر سلسلة كبيرة من البروتين تمام طيب الريبوسوم مش بيكون محاط بممبرين يعني موجود كده في السايتو بلاس ما بيكونش محاط بغشاء طيب نيجي تاني حاجة للإندو بلاس مكريتيكلن عندنا نعين منها رف إندو بلاس مكريتيكلن وسموث إندو بلاس مكريتيكلن تمام هو الجزء اللي في النص ده كله الكبير ده هو الإندو بلاس مكريتيكلن بنفرق زي ما بين الرف وما بين السموث هل كل حاجة يعني شابه بعض ولا كل حاجة ليهم وظيفة هم كل حاجة ليهم وظيفة وكل واحد تركيبه مختلف نسبيا عن الثاني يعني الرف اندو بلازم كريتيكولم ده بيكون مرتبط بالريبوسوم شرحنا لسه شرحين الريبوسوم فالاندو بلازم كريتيكولم اللي بيكون فيه اجزاء من الريبوسوم بنقول عليه ايه نقدر نقول عليه ان هو رف اندو بلازم كريتيكولم طيب الجزء بقى اللي سموث الناعم اللي ما فيهوش اصلا اجزاء من الريبوسوم بنقول عليه بنقول عليه سموث اندو بلازم كريتيكولم طيب الراف اندو بلازمي كريتيكولم طالما مرتبط بالريبوسوم يبقى هيبقى وظفته ايه؟ يبقى هيبقى وظفته زيه زي الريبوسوم يبقى هو site of protein production او موقع لبناء البروتين لان احنا لسه قيلين ان الريبوسوم هو بيساعد برضو في بناء البروتين فكمان الراف اندو بلازمي كريتيكولم هو موقع لبناء البروتين طيب السموث اندو بلازمي كريتيكولم اللي هو ما فيهوش او لا يحتوي على الريبوسوم بيعمل ايه؟ بيريموف الهاربفل سابستانسيز فروم السيل يعني بيشيل او بيزيل المواد الضرة من الخلية تمام؟ خلاص عارفناه وعارفناه شكله على الرسمة نيجي بعد كده للفاكلز الفاكلز او الحويصلة او الحوصلة هي موجودة مميزة جدا جدا للخلية النباتية شايفين وشانا قلتلك الوقت من شوية هنقابل تركيب مميز في الخلية النباتية اللي هو ده الجزء الكبير ده اسمها ايه؟ اسمها فاكلز حوصلة بتكون كبيرة جدا في الخلية النباتية وشايفين في الخلية الحيوانية عاملة ازاي؟ صغيرة وكذا واحدة يعني هي موجودة كذا واحدة في الخلية النباتية كذا واحدة في الخلية الحيوانية ووحدة فقط كبيرة في البلان سيل تمام هي بتكون مميزة وشكلها مميز كده في البلان سيل وساعات تكون أصلا موجودة في الخلية النباتية وساعات خلية نباتية ما بيكونش فيها فاكيول ووظفتها في الخلية الحيوانية مش مهمة قد الخلية النباتية ووظفتها إن هي بتخزن الطعام والماء والمواد الفضلات زي ما اتفقنا البلان سيل عندها لارج فاكيول والانيمال سيل عندها كذا فاكيول ولكن بيكون حجمهم سمول تمام كمان وظفتها إيه غير إن هي بتستور الفود والووتر والويست إن هي بتساعد النبات إن هو يكون صلب وي بتدعمه لما يتملي بالماء يعني لما النبات الخلية النباتية تملأ بالماء تمتلق بالماء بتسائل الحوصلة دي بتخزن المية فبالتالي بتساعد إن النبات يظل صلب حتى لو امتلق بالماء لكن لو الخلية الحيوانية أو الأنيمال سيل اتملت بالماء بقت مليئة بالماء بيحصل لها إيه لإن ما فيش فاكل كبيرة بتخزن المية دي أو تمدسها فالخلية الحيوانية بتنفجر ممكن تؤدي إن هي تنفجر لإن تملت ماء لكن بالعكس على عكس الخلية النباتية إن امتلقها بالماء بيساعدها على إن هي تظل صلبة وقوية نيجي بعد كده للجولجي أبارتوس أو جهاز جولجي تعالوا نشوفوا على الرسمة هو ده تجهاز جولجي طيب البروتينز بيتم استعدادها أو بيتم إعدادها للوظائف أو الخاصة بيها عشان تقوم بوظائف خاصة بيها مين اللي بيخليها تستعد مين اللي بيعملها عملية البربيرينج أو الاستعداد الجولجي أو الجولجي أبارتوس هو ده اللي بيخليها أو بيساعدها أن هي تقوم بالفونكشنز بتاعها تمام طيب بعد كده في تركيب اسمه الفيزيكلز الفيزيكلز دي هي بتنقل المواد أو بتنقل السابستانسز من مكان لمكان آخر يعني دلوقتي البروتين تم بنائه عن طريق الريبوسوم والراف اندو بلازم كريتيكولم فإيجا الجولجي أبارتوس بيعد بقى الريبوسومز دي عشان بيعد قصدي البروتينز دي عشان تقوم بوظفتها تمام وأخد البروتينز دي وراح خزنها في حاجة اسمها فيزيكلز فالفيزيكلز دي أصلا عموما وظفتها نية بتنقل المواد من مكان لمكان آخر فاحنا محتاجين البروتين ينتقل لكل الخلية فإن اللي بيحصل بنودي الفيزيكلز دي عشان هي اللي تنقله من أريا لأريا تانية تمام عشان بقى ينتشر في الخلية والخلايا المجورة كمان ما يظلش محفوظ جوه أي تركيب خاص ولكن احنا عايزين ينتشر فيه الخلية والخلايا المجورة فالفيزيكلز هي اللي بتقوم بالوظيفة دي تمام الفيزيكلز دي في الأنمال سيل بنسميها اسم تاني اسمه ليسوسومز يعني ليها اسم كده في الأنمال سيل اسمه ليسوسومز بعد كده عندنا تركيب مهم اسمه المايتوكنديريا تسمع كلمة المايتوكنديريا ييجي في نماكو على طول أنرجي أول لما تسمع كلمة مايتوكنديريا يبقى إيه اللي ييجي في نماكو أنرجي يعني إيه المايتوكنديريا موجودة في الألمل والplant cell تمام طيب هي جزء مهم جدا في عملية cellular respiration أو التنفس الخلوي تمام بيتم في الميتوكندوريا دي عملية التنفس الخلوي ايه هو cellular respiration هو مجموعة من reactions اللي بتحول الانرجين موجودة في الطعام usable energy أو تركيب أو usable form of energy أو صورة مستخدمة من الانرجي اسمها ATP يعني ايه يعني دلوقتي بيحصل في الميتوكندوريا دي cellular respiration ايه وظيفة cellular respiration ان هي بتحول الانرجي اللي موجودة في الطعام بتحولها لصورة الجسم بيستفيد منها ايه هي الصورة دي اسمها ATP تمام يبقى ATP دي هي usable form of energy او الصورة المستخدمة من الطاقة عشان كده ده بقول لكم الميتوكندوريا اول ما تسمعوها يبقى تربطوها على طول بكلمة energy وتحديدا ايه من الانرجي الاتبي لان الاتبي هي usable form of energy طيب عندنا برضو تركيب في plant cell اسمه chloroplast الكلوروبلاس ده هو اللي بيمتص الضوء زي ما انتو شايفين لونه اخضر هو ده اللي بيمتص الضوء عشان يكون بقى اللي هو sugar او الجلوكوز عن طريق photosynthesis يعني عندنا تركيبين كده وربعض واحد بيقوم او بيحصل فيه cellular respiration عشان يوفر الاتي او الانرجي اللي هي في صورة ATP للجسم والتاني اللي هو الكلوروبلاس بيحصل فيه process تاني اسمه photosynthesis اللي بتحول الووتر والكاربون دايكسايد طبعا في البلانت احنا بنتكلم عن البلانت بتحول الووتر والكاربون دايكسايد واللايت انرجي بتحولهم لايه بقى الاكسوجين والجلوكوز عشان تدي للنبات الانرجي بتاعته او الطاقة بتاعته تمام الجلوكوز ده هو الطعم اللي النبات بيصنعه لنفسه فده بيتم في صورة process اسمه photosynthesis مين السبب او مين اللي بيسبب حدوث ليه؟ لان اللونها اخضر واللون الاخضر ده بيعمل ايه؟ بيعمل attraction لللايت انرجي او بيجذب في بيساعد ان هو يقوم ببناء الجلوكوز طيب مين بقى اللي بينظم كل الاكتيفتيز اللي احنا قلناها دي مين اللي بينظم حدوث والسيرل ريسبيريشن وبناء البروتين وهكذا كل البروسيز اللي احنا قلناها قبل كده دي مين اللي بينظمها اللي هي النيوكليس او النواة النواة الموجودة في الخلية النواة الموجودة في الخلية نباتية والحيوانية هي دي اللي بتنظم البروسيس اللي بتحصل جوا الخلية اه تمام طيب اه النيوكليس دي جواها ايه جواها الديين اي والديين اي طبعا هو منظم في شكل كروموسومز الديين اي بيكون في شكل كروموسومز كده اه الديين اي زي ما احنا عارفين بيكون بيحمل المعلومات البراثية او ده اللي فيه المعلومات البراثية وكمان فيه المعلومات المهمة لبناء البروتين تمام يعني عشان يتم بناء البروتين فمين الجوال الانفورميشن اللي محتاجينها عشان نبدأ بناء البروتين عشان الريبوسومز تقوم ببناء البروتين الديين اي الموجود فين الموجود في النيوكليس عشان كده بنقول اللي هي بتконترول all of these activities تمام طيب النواة او النيوكليس جواها تركيب تاني اسمه نيوكليلس نيوكليولس اللي هي الصغيرة دي النيوكليولس دي مهمة في ايه بقى اللي اسمها بالعربي نواية تصغير نواة تمام ال النيوكليلس هي اللي بتصنع الريبوسومز يعني النيوكليلس هي اللي بتتم تصنيع التصنيع الريبوسومز من خلالها تمام يبقى كده عندي حاجتين الريبوسوم مين اللي بيصنعه النيوكليلس والريبوسوم بيصنع ايه بيصنع البروتين ومين اللي جوا الانفورميشن عشان نصنع البروتين النيوكليس تاني تاني عندنا دلوقتي حاجات مرتبطة ببعض اول حاجة عندنا النيوكليس او النواة النواة دي جواها جواه دين ايه والدين ايه جواه انفورميشن عشان يتم تصنيع البروتين طيب مين اللي بيصنع بروتين اللي خدناه في الاول اللي هو الريبوسوم مين اصلا اللي بيصنع الريبوسوم اللي هي النيوكليلس او النواة تمام طيب عندنا أنواع مختلفة من الخلايا احنا طبعا لما تكلمنا عن الخلايا المورنفاتت قلنا أن فيه أنواع مختلفة وكل نوع مختلف من الخلايا بيقوم بوظيفة محددة تمام زي عندنا ده شكل خلية الريد بلوت سيلز ده عندنا الزايلام سيل اللي هي خلية موجودة في النبات بتنقل الووتر من الروت ستودي الباقي أجزاء النبات عندنا النيورون النيورون سيل اللي هي الخلية العصبية تمام الريد بلوت سيل بتنقل بقى الأكسوجين لباقي أجزاء الجسم الزايلام زي ما قلنا بتنقل الووتر من الروتس أو من الجذور توديه للستام والليفز توزعه يعني عن النبات النيورون سيل بتشكل نتورك أو شبكة في الجسم النيورون زي ما بعضها بتشكل شبكة في الجسم كله بتنقل الامبولسز أو الإشارات من مكان معين في الجسم لباقي الأماكن تمام؟ كل خلية لشكل معين ووظيفة معينة خلاص كده الدرس خلص زي ما اتفقنا لو في أي معلومة محتاجينها مش واضحة قوي في سؤال محتاجينه ابعتولي على الواتساب أو التليجرام هنزل اللينكات في الديسكريبشن بتاع الفيديو شكرا جدا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر